بعد شهور من التهم المتبادلة علانية وعن بعد يتواجه مرشح الرئاسة الأمريكية على منصة في مدينة دنفر بولاية كولورادو 90 دقيقة يمشي فيها الرئيس باراك أوباما وحاكم ولاية ماساتروسيتس ميترومني على حبل مشدود فالمناظرات التي بدأت تنظيمها عام 1960 اكتسبت أهمية تاريخية في الولايات المتحدة حيث يمكن لأي هفوة أو لحظة تردد أن تقضي على حظوظ مرشح المناظرة هي الأولى من ثلاث وموضوعها السياسة الداخلية ولن يكون مفاجئا أن يركز المرشحان على موضوع الاقتصاد في دولة لا تزال تعاني من أزمة مالية خانقة ومن الملفات الأخرى التي يمكن أن يتطرق إليها المرشحان التأمين الصحي والضرائب والديون الرئيس الحالي باراك أوباما ينطلق في المعركة من موقع قوة مع تقدم واضح في استطلاعات الرأي وقد نصحه مساعدوه بأن يستخدم ابتسامته وحسه الفكاهي وأن يتحدث عن فترة ولايته بثقة وتواضع ومن المتوقع أن يتطرق أوباما المعروف بطلاقته إلى مضمون الشريط المسرب الذي أظهر رومني وهو يقول للمتبرعين لحملته إنه ليس معنيا بالفقراء من الأمريكيين الذين لا يدفعون ضرائب أما بالنسبة لرومني فاللقاء الذي سيشاهده عشرات الملايين من الأمريكيين سيعطيه منبرا استثنائيا ومحفوفا بالمخاطر ليحاول أن يقلب المعادلة قبل خمسة أسابيع من الانتخابات وقد قالت مستشارة في حملة رومني إن رئيسها سيسعى لأن يكون عدائيا باحترام وسيحاول في الوقت نفسه أن يكسب ثقة النساء والأقليات ومن المرجح أن يكرر رومني وعوده بانتشاء الاقتصاد لولايات المتحدة من الحديد وخلق 12 مليون وظيفة لكن من الممكن أن يتجاوز هجومه نطاق السجل الاقتصادي لأوباما فحجة عدم كفاءة الرئيس في إدارة ملف الاقتصادي قل وهجها بعد انخفاض نسبة البطالة وقد ركز رومني خلال الأيام الماضية هجماته على السياسة الخارجية لأوباما واتهمه بالتلك في مواجهة الهجمات الأخيرة على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وأيضا في أخذ قرارات حاسمة لمواجهة الملف النووي الإيراني التحدي الأكبر للمرشحين في هذه المناظرة سيكون تقديم تفاصيل جديدة بدلا من تكرار شعارات أو شعارات قالوها في حملتيهما الانتخابيتين في محاولة لجذب ناخبي الوسط والناخبين الذين لم يتخذوا قرارا بعد ترجمة نانسي قنقر